البطولة الأهم البطولة التي قارب عمرها على القرن في النسخة الثانية والعشرين وفي عام الفين واثنين وعشرين ولأول مرة في بلاد عربية وأجواء الشتاء وللمرة الثانية في آسيا وآخر بطولة بهذا العدد من المنتخبات الاثنين والثلاثين قبل زيادة العدد من الفيفا مع قرب الملاعب وإمكانية حضور أكثر من مباراة في ذات اليوم جميع هذه التفاصيل في مونديال قطر التي استعدت بكل قوة لإثبات ذاتها بملاعب حديثة سر الناظرين ويتنتظر انطلاق كأس العالم بوجود أغلب نجوم العالم في هذه النسخة التي يرشح لها أهل الشان كالعادة المنتخب البرازيلي الذي لم يغيب عن أي نسخة في البطولة وبوجود مجموعة كبيرا من نجومه بقيادة نايمار مع ترشيح الأرجنتين بقيادة ميسي وديماريا ودخول المنتخب الفرنسي كمرشح ومدافع علق به مع منتخب إنجلترا لكن تبقى هذه النسخة تحت عنوان ولادة بطل في المنافسات مثل جميع البطولات وتبقى إيطاليا هي أبرز المنتخبات الغائبة عن نهاياتي كأس العالم عمد ركابي العراقية الرياضية